وفي بغداد اتهم مجلس محافظة بغداد بقاطة تفتيش الأمنية بفرض أماكن للمراقبة تصل إلى 15 ألف دولار على الشاحنات قبل السماح لها بدخول بغداد وقال عضو المجلس محمد الربيع أن أغلب السيطرات الأمنية في مداخل بغداد تفرض تلك المناطق مؤكدا أن نقطة التفتيش عند مداخل بغداد تحجز بعض الشاحنات لأيام وتمنعه من دخول العاصمة إلا بعد دفع أصحابها لهذا المبلغ المطلوب وبين الربيع أن المجلس أبلغ الجهات المعنية بتلك الممارسات السلبية والخطيرة ولم يتخذ إلى حد الآن أي إجراء للحد منها اشتركوا في القناة